السلام عليكم في درس جديد من دروس علوم حياة الأرض في الفيديو نترقل الوحدة الثالثة نقل الخبر الوراثي عبر تولي الجنسي والفصل الثاني الذي يتعلق بالقوانين الإحصائية لانتقال الصفات الوراثية لدى الكائنات ثنائية الصيعة السبغية اذا في الفيديو نشوفوا قوانين ماندل وكيفية تحليل وتفسير نتائج تزوجات قبل ما نشوفوا في الفيديوهات اللاحقة المقبلة ان شاء الله الهجونة الوحدية والهجونة الثنائية الآن سوف نرى قوانين ماندل لعلم ماندل استنتج ثلاث قوانين كتبوا استنتج ماندل ثلاث قوانين القانون الاول ماذا يقول قانون الاول اذا كان افراد الجيلة الاول متجانسون يعني يظهروا نفس المظهر الخارجي يظهرون كلهم نفس المظهر الخارجي وإذا كانوا في نفس الوقت هجناء وهجناء يعني نتيجون عن مصدرين مختلفين اذا كانوا كشبوا لأحد الآبوين فإن الآبوين من سلالتين نقيتين لنية بور إذن هذا القانون الاول هذا كنسميه نقاوة السلالة الأبوية بالنسبة للقانون الثاني قانون الثاني لماندل ماذا يقول إذن أثناء تشكل الأمشاج يفترق حليل المورثة ولا يلتقيان إلا عند الإخصاب هذا القانون هذا المبدأ يسمى بنقاوة الأمشاج أخيرا القانون الثالث ماذا يقول إذن عند انتقال صفتين أو أكثر تفترق الحليلات أثناء تشكل الأمشاج بكيفية مستقلة هذا المبدأ يسمى باستقلالية أزواج الحليلات الآن سوف نمر إلى كيفية التحليل وتفسير التزوجات في التحليل يكون من الضروري البحث عن ثلاث خاصيات انطلقا من المعطيات في أمر الواقع كان ربعات خاصيات ولكن في البعض لك كانت تطرق وغير ثلاثة نبدأ بالهجونة بالنسبة للهجونة ستكون الهجونة أحادية ثنائية أو أكثر ثلاثية ربائية ويمكن الكشف عنها بالبحث عن عدد الصفات المدروسة في المعطيات إذا كان أفراد الجيل الأول يختلفون عن أبويهم في صفة واحدة نتكلم عن أجونة أحادية أما إذا كان أفراد الجيل الأول يختلفون عن أبويهم في صفتين نتكلم عن أفراد الجيل الأول تجانسون وهجناء ويشبهون أحد الأبوين في المظهر الخارجي فإن هذا الأخير هذا المظهر الخارجي سائد والحلي المسؤول عنه تكون سائد ونرموز له بحرف لاتيني كبير بحرف أكبير بكبير بكبير ويكون أول حرف في الإسم اللاتيني للمظهر الخارجي كيفما قلت أكبير بينما يكون الحلي المتنحي هو المسؤول عن المظهر الخارجي الذي لم يعبر عنه ونرموز له بحرف لاتيني صغير بتي تا بتي بي يكون أول حرف برصة أخرى في الإسم اللاتيني لهذا المظهر الخارجي دقوخ دبالآن كان نوزل تطبيق القانون الأول لماندل إذا كان أفراد الجيل الأول متجانسون وهو جناء ويشبهون أحد الأبوين فإن هذا يحقق القانون الأول لماندل وبالتالي يكون الأبوان من سلالتين نقيتين متشابهة الأقتراك تسميه الضاهرة متشابهة الأقتراك من نسبة الخاصية الأخيرة طبيعة صبغيات الحاملة لمورثات المدروسة والتي تستعمل ناديرا إن الصبغيات الحاملة للمورثات المدروسة قد تكون لا جنسية أو جنسية إذن يمكن استخلاص ذلك من الموطيات حيث يظهر توزيع للمظاهر الخارجية على أفراد الأجيال بشكل يحترم الجنس في حالة تكون الموارثة محمولة على أحد الصبغيات الجنسية X أو Y جنرالا لا يتم البحث عن هذه الخاصية إلا إذا أكدت الموطيات أن الموارثة محمولة على صبغيات الجنسية نذكركم أن قلنا قبل 3 خاصيات ولكن هما 4 أعجبنا ثلاثة بحثكم لا نستعمل بثاف طبيعات السبغيات الحاملة للموارثات المدروسة الخلاصة لعمليات التحليل كيفما قلنا يكون من الضروري البحث عن ثلاث خاصيات انطلاقا من المعطيات والخاصيات كيفما قلنا ثلاث خاصيات ثلاث سخاب وخطيب لكم ثلاثة لذلك المهمة هي الهجونة والسيادة ثم تطبيق القانون الأول لمنذيل بينما الخاصية الأخيرة وهي طبيعات السبغيات الحاملة للموارثات المدروسة لا حسب المعطيات ولكن جنرالما لا تكون مطلوب منكم الدرس والخاصية إذن بعد التحليل نمر لتفسير التزوجات وهي المرحلة الثانية ونقترح عليكم خطط التالية لتفسير جميع التزوجات إذن كانت هجونة أحدية وتنائية وأكثر إذن كنبدو بفرديل من الجيل إكس إف إكس في إف إكس إكس بيانسور يرمز إلى الجيل إذا كان إكس كيساوي شي عدد طبيعي بحده بإكس كيساوي صفر نتكلم عن جيل أبوي إذا كان إكس كيساوي إذا كان إكس كيساوي كيساوي واحد نتكلم عن جيل أول كيساوي وهكذا إذا كان إكس عدد طبيعي أول شيء من دزولها هي المظهر الخارجي ونرسموه معقوفتين تحت كل فرد معقوفة أولى تحت الفرد في اليمين ومعقوفة أخرى فرد اليسار من بعد كان عمرو النمط الوراثي كان ديرو قوسان تحت كل فرد تحت المظاهر الخارجية كل قوس فيها جوج خطوطة جوج الأسطر كان عمرو مبادة بحروف مناسبة بعد ذلك نمر إلى أنماط الأمشاج يعني أنواع الأمشاج اللي كان جبدوها انطلاقة من النمط الوراثي تقدرون بزاف دي الأنماط بالنسبة لكل فرد انسي دسويت في الاخر المطف ننتكلم عن إخصاب نقول إخصاب ونالي هذنو قليطات كليهم بسهم وكنديرو ف علامة تعجب فكندات شبكة التزاوج التي تلخص إمكانيات الإخصاب إذن شبكة التزاوج كان نضع فيها في سطر الأول أنماط الأمشاج للذكر في العمود الأول أنماط الأمشاج للأنطة وفي الخانات أنماط البيضات مع المظاهر الخارجي ديالها إذن بعد إنجاز شبكة التزاوج نلخص النتائج المحصل عليها ونسمي هذه الأمالية نتائج نظرية نسميها نتائج نظرية نضع فيها مظهر خارجي مع النسبة يعني الاحتمال للظهور مظهر خارجي يليه أنماط الوراثية مع النسبة لمرتبة المظهر الخارجي بنسبة لكل مظهر خارجي ندروا هذه الأعمالية إذن نقارن بعد ذلك النتائج نظرية بالنتائج الحقيقية يعني المعطيات وإذا كان هناك توافق بين النتائج النظرية والنتائج الحقيقية فإن الفرضيات التي انطلقنا منها صائبة وصحيحة الهجونة سيادة تطبيق قانون الأول لمندل ولكن شي خاصية أخرى تكون صحيحة نتمنى أنكم سفتم من هذا الدرس في آمن لقاء بكم في درس جديد من دروس في مدرسة شكرا